اشتركوا في القناة تأجيل جلسة محاكمة رئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهماً آخرين طبعاً احنا عارفين أن الجلسات على طول ومنتظرين دائماً الأحكام وعارفين أن القضاء بياخد وقته علشان في الآخر العدالة هي اللي تاخد مجراها وتعليقاً على الخبر ده هو التأني هو الأفضل في الفترة الحالية حتى لا يتم اتهم الدولة المصرية في يوم من الأيام أن فيها إجراءات تحت شفية أو ما شابها خلينا نتأنى ونأخذ الأجراء الصحة 100% لمتأكدين منه كدولة وكخضاء وكله ياخد وقته بالزبط لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئيس الجمهورية هي المختصة بإجراء التعديل على قانون التظاهر من عدمه أيضاً في هذا الخبر احنا عارفين أن قانون التظاهر هو دلوقتي مصارى الانتقادات من النشطاء وعارفين أن البعض كمان دخل في عملية مدربين عن الطعام والكلام ده كله الحقيقة أنه الخبر بيقول أن اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية هي المختصة بإجراء هذا التعديل بالطبع لو هناك تعديل سيكون تعديل من خلال قانوات الشرعية فقناة لأصدرت هذا القانون هي هذه اللجنة من رئيس الجمهورية لكن نصيحة لجميع الأطراف السياسية في مصر قال أنه زايد كثيراً على هذه المشكلة هناك مجلس شعب قادم وقادم قريباً جداً فلننتظر مجلس الشعب ربما يتغير كثيراً هذا القانون أو لا يتغير ودعه الشعب يحكم من خلال نوابه بدلاً من يعني أن أنت تحطي المشكلة في الضوء عشان أطلع مع المشكلة إلى الضوء وخلي المصلحة الوطنية تغلبه لأول مرة واحدة لبعض المنادين بهذا الأمر يعني وخلوها لمجلس الشعب خليني مش صح محلب يستقبل العقيد ساطع النعماني بعد عودته إلى أرض الوطن طبعاً إحنا كلنا شفنا الاستقبال سيادة العقيد والحقيقة يعني أنه هو يستحق ويستحق الزيادة كمان من كل الشعب المصر ومن هنا بقى كمان يعني مش سيادة العقيد فقط هناك أسر ضحاية كثيرة جداً في حالة صعبة جداً فقدت العائل والأم الأخ يا الابن يا الأب هذه الأسر لابد نتكرمها في يوم الأيام لأنها أسر ضحت بأبنائها من أجل معركة وطن وطن كامل بيحارب ما كانش يوم عادي في عمله لا ده كان مصر كلها بتحاربهم وتصدروا صفوف فلابد يعني نهتم أكثر شوية بشهداء الجيش والشرطة أكثر من ذلك ونبدأ نعرف الناس بهم أكتر شوية وكذلك العقيد طبعاً سادة العقيد طبعاً مشكورة أن يعني أحد الأبطال بس يعني يجب أن لا ننسى كل من ساهم في النجاحات للعقابات الوحدة الأخرى في فترة اللي فات وأمهم الجيش والشرطة الإعلان عن موعد الدعوة لانتخابات مجلس النواد في الأسبوع الثاني من أكتوبر طبعاً إحنا كلنا منتظرين الانتخابات لكن الحقيقة هو اللي بيلفت للنظر الزخم السياسي والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كل بيقول أنه العدد كبير جداً جداً ويمكن الأحزاب اللي مدالت معروفة عند الناس هي هي على فكرة الأزيمة اللي معروفة عند الناس فتبتكر أنه ده ممكن يعمل في الانتخابات نفسها أنه عودة برضو للزمن السابق والمعروفين أو مثلاً النواحي المالية العصبيات الحاجات دي ترجع مرة تانية لعدم معرفتنا بالأحزاب السياسية نعم أحزاب تنتهي انتخابات القرارة على العدد كافي من النواب سيضطر للتماشي مع قليات المرحلة إما يندمج في حزب آخر إما يقفل الدكان اللي هو قاعد فيه ويروح وخلاص نشوف شغلنا تاني فالبرلمان القادم هو اللي حيجيب النخبة هو اللي حيجيب الأحزاب السياسية هو يجيب كل شيء طب نجي للسؤال التاني اللي حضرتك سألتيه المال السياسي المال السياسي لهو تأثير في كل دول العالم مسلا يفترض أن المال السياسي يبقى هو الأساس إحنا في دولة خالينا نبص برضو المجتمع مجتمع فقير وعنده ظروف وكده ربما يشاء استخدامه حتى تظهر وجوه قديمة وعلى فكرة قديمة والأخدم يعني لو الناس يعني فيه اتنين مش واحد فقط لغير لو اعمل مصر فيه فئتين هم دول الخوف منهم احنا بقى يهمنا ايه احنا مش هننتظر زي كل الدول في العالم التجربة الديموقراطية حتى تكتمل ويعي الشعب كذا كذا والكلام الجميل ده احنا مضطرين في ظرف تاريخي ان احنا ندفع الأمور للأمام حدفعها بقانون راضع اللي يعمل كده يتحبس اللي يعمل كده يطلع من الانتخابات انا مش عاوز مسأل واحد اللي يدفع مسأل عشر مليون في الانتخابات تقول لي غرامة مش عاوز واحد بقدم رؤي لي ما عليش المحضر دي مش عقوبات ده خلاص بقى نائب يعني عمل الجريمة وهذه الجريمة اللي انت هتعقبه عليها بقى غرامة وكلام زي كده قدت انه بقى نائب فاذا ما فيش عقاب على هذي الجريمة فإحنا عاوزين ندفع المجتمع شوية القدامين احنا نجرم وشورطة تشتغال مية في المية في الانتخابات الجاية بقى يعني همفتحها على كل المبارسات الخاطئة عشان نعلم الشعب بسرعة مش هننتظر بقى نمو التجربة وازدهار التجربة ونعلم عشرين تلاتين سنة ومصر تحارب يعني مصر بتحارب بإرهاب دلوقتي بالزبط استشهاد ضبطين وإصابة لواء وستة مجندين بانفجار بمحيط الخارجية طبعا كلنا اهتزدين من هذا الانفجار والشهداء يعني ربنا طبعا يجعل مسواهم الجنة وفي نفس الوقت الحقيقة انه يعني هذه العملية تزامنت مع رحلة السيد الرئيس الى الولايات المتحدة الأمريكية فيعني شايف ان دي بقى زي ما بنقول كده ايه اللي هو خلاص يعني كل الناس بتقول ان يعني اللي هذه التفجيرات بتعتبر اخر مرحلة امامهم هو اخر العنف خلينا نكلم على العنف بمفهوم الشامل هو المرحلة اللي هم ما بيشتغلوا فيها العنف بدأ في مظاهرات قليلة العدد بيعملوا عنف هم مش عارفين يحشدوا ولا يعملوا اي حاجة فانتقلوا من المظاهرات الصغيرة اللي بعملوا بيعنف الى عنف مباشر يضربك بالنار وولع حاجة يرمي قنابت مرحلة الارهاب انت وانت بتواجه الارهاب بتاخد وقت ليه؟ لان اول حاجة الجاني مش معروف لدي انت اقولي 75% من الارهابين هم مستجدين في الصنعة يعني دول كلهم جم بعد الزخم في الثلاث سنين اللي فاتوا وقلة العمل والكلام زي كده ملاقوش اي حد يكتذبهم اكتذبهم التغيرات الارهابية وبقت تشغالهم بقى في الحاجات اللي احنا بنشوف في معاركة الشرطة غير معاركة التسعنات المتخانر في التسعنات هيا كانوا تغيرت اربع تفجيرات لا التسعنات كانوا الارهابين واضحين جايين من افغانستان وجايين مش عارف من فين فعرفنا نوقف بسرعة احنا هنبدأ يعني الدولة المصرية ليها حرب عن الارهاب يعني عاوز صبرنا يبقى اكبر من كده وللأسف يعني احنا هنكسب الارهاب فيهم الآن بس وللأسف هبدأوا يشتغلوا نحتاجوا الى طويل شوية شوية في الامور فما نتخضش كل الدولة العظيمة لها عداء اقوية يعني اوباما يطلب لقاء السيسي طبعا احنا عارفين انه زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الامريكية ما كانش على الجدول انه اوباما يطلب اللقاء السيد الرئيس لكن لما حدث النهاردة اعتقد انه النهاردة مفروض هذا اللقاء مفروض اعفا يعني اعتقد ان ده نوع من رجوع الولايات المتحدة الى الوراء كده في الفترة السابقة كله من صورة 30 يونيو الحقيقة كان ليها سياسة واضحة جدا بعد كده ابتدى الامور ايه يعني تبقى شوية يعني لا عايزة تقول لا فدلوقتي اعتقد انه بقى على المصاري الصحيح هو لا الولايات المتحدة انا خلينا برضو نبص لها وجهة نظارها ايامن اول يونيو هما مش عجبهم اللي حصلوا قاعدين بيلعبونا بادوات اخرى لعبك شوية بقاطر ايه لعبك شوية بتركيا شوية هو خلص المرحلة دي وبقى احنا حاجة عملنا اسمها فرض امر واقع خلص احنا الارض دي خدناها كده الناس دي ارهابين وهم بيضربوا نار الشعب معانا انتخابات اهي فابتدى يشوف ايه بقى الاليات في مواجهة الامر الواقع الجديد اللي فرضوا المشير وخلينا اما نخش على الخطبة نتكلم على الامر الواقع اللي هو تفنيد الامر الواقع للمجتمع الدولي اللي فرضته ارادة شعب مصر على الجيش العظيم ده ثم رفحتة الخطاب اللي هنتكلم فيها في الموضوع وبقى ما عاوز يقابل ليه السيسي هو اي حد من الناس بره مصر بيحبوا يعرفوا الشخص عن قرب يعني زي الرئيس السيسي لو نتذكر اللقاءات اللي اتعاملت معه اتعاملت معه عظام الفكر السياسي هناك عشان يتلعب ايه في الاخر وعاوز يتلعب في الاخر بتقرير الراجل ده يمكن يعمل كذا بيفكر ازاي قوته في ايه ضعفه في ايه ثقة بنفسه عاملة ازاي وبعد كده يقوله الخطبة هنشوف بقى ايه اللي حيقوله هنا وكانت خطبة سقيدة عليهم جدا بعد كده بقى اوباما ييجي ايه يلا بقى نتكلم انت قلت كده وانا جال التقرير انت مين نبدأ نتكلم فدي السياسة الامريكية وهم بيحاولوا دايما نشتغل الامور بلا اخطاء يعني يحاول يعملها مترتبة شوي انا اعتقد حيكون فيها زي ما بتقولي الشغل بتاع ما بعد داعش يعني في مرحلة ما بعد يونيو وفي ما بعد داعش هنيجي علي داعش او داعش تدعو الى قتل المدنيين في دول التحالف طبعا احنا عارفين التحالف الدولي وابتدى يشتغل على ارض الواقع فعلا وابتدى تضرب فعلا في سوريا فالحقيقة داعش مستكتة هي قررت ان هي تنتقم من كل الدول للتحالف والله يمكن انا موضوع داعش ده ببصره من وجهة نظر غريبة شوي هو كل قصة هو محاولة ضغط على المنطقة بالكامل انه بيخلق لك عدو جديد ويكبره قوي داعش دي حاجة ضخمة جدا داعش العراق عملت انتخابات في 90% من الدواير من غير داعش يعني اما نيجي نبص لمناطق السيطرة بنتكلم عشر عشرين تلاتين المية من العراق داعش اذا بتدرب جوي والقصص دي تلات سنين ده قزة في قعد 15 يوم قصاد الناتو داعش هتقعد تلات سنين تحريبة هو استنزاف للخليج هو امريكا بتعمل عملية استنزاف للخليج استنزاف كامل وضغط في كميع للمحاور حتى عندهم محاور الحسين بتادي يشتغلوا على الخليج به فهي جيل الرابع من الحروب لأدواتهم فهو أدوات الضغط السياسي شغالة على الخليج ربنا ننصرهم احنا طبعا مع السعودية وإرادتها ومع الامارات والدول الخليجية القوية اللي وقفت معنا ربنا ننصرهم على داعش مشكلتنا حاجة أخرى بس هي قضاء على داعش ممكن يبقى في شهرين بس هو عودينه تلات سنين عشان فاتورة تلات سنين غير فاتورة شهرين قرار بمنع دخول النظر السياسي على عبد الفتاح إلى مقر نقابة الصحفين طبعا احنا عارفين النقيب الصحفين دي رشوان قام بهذا القرار رأيك ايه؟ اي حاجة اي شخص ما بغض النظر اسمه ايه وجوده بيؤدي إلى أفعال خارجة عن القانون صاحب المؤسسة أو المدير لها ربما ياخذ إجراءات إدارية لمنع الخروج عن هذا القانون فهو خد هذا الإجراءات حسبا لمزهرات قدام النقابة برضو عندا في قانون التظهر والكلام السيسي في حوار لمحطة بي بي اس لا نضع قيودا على حريات التعبير مصر عامل الاستقرار بالمنطقة وعلى الإخوان نافذي لونف ويؤكد القاهرة جزء من التحالف ضد داعش وعلاقاتنا بأمريكا استراتيجية بس جزء من التحالف استراتيجيا وليس قوات مسلحة أو برية أو غيرها يعني طبعا ده نص الحوار للمحطة والحقيقة ده هيخدنا للكلمة اللي سيادة الرئيس ألهم دارح الكلمة لسيادة الرئيس ونخش على موضوع داعش وجزء من التحالف خلينا برضو إيه الخطبة كانت فيها قدر كبير من الرسائل الواضحة مرحلة مكاشفة مع الغرب مرحلة إعادة تعريف بعض الأمور حتى سيادة الرئيسة ما أتكلم أتكلم على الإرهاب في المطلق بالضبط أنا هحارب الإرهاب سواء كان داعش سواء كان دالم اللي هو في ليبيا سواء كان دامس اللي عاوزين يعملوه في السودان سواء كانت جامعات متطرفة فأنا بتكلم على الإرهاب في العموم فأنا أقول لها حضرتك كانت خطبة غاية في التوفيخ وغاية في وضوح الرسائل اللي جات فيها واحدة ورد تانية ما كانتش مكتوبة الخطبة بالطريقة المصري لطريقة بتاعتنا كلمهم هما بترقته وده هو الجديد وده اللي هو كنت أتمنى وحصل من السيد الرئيس أول ما كلمهم بالوضوح الكامل ده أنا هعمل ليه أنت عاون استراتيجي طبعا توجه هنا أنا وإنت من حارب إرهاب إرهاب بقى لابيس أخضر إرهاب لابيس أحمر إرهاب هنا إرهاب هنا أنا عندي هنا مشكلة إرهابية أكبر بالكثير من داعش اللي أنت عمل لها قصة إنها يعني حاجة عفريت كبير قوي لا في عندنا دولة كاملة. مش بلا دولة. عندنا سودان بتطلع مصانع اسلاحة. ما عادش عارف مصانع دي بتاعت مين ولا ازاي. واسرائيل تخش تضرب في السودان عادي. يعني الوضع عندنا. انا حارب الهاب برضو مع حضرتك بس ما تفردش علي ارض المعركة. ما بداعش لها ناسها حاربو انت وانا عندي هنا. الموقف اللي بي خطير. فما تفردش علي اولوياتك انها تحطها اولوياتي. فسيد الرئيس كانت رسائل واضحة بلغة الوضوح. وده كان الوقت اللازم لذلك. يعني ما كانش وقت خطب اللي هي الشعرية دي العاطفية. لا. انا بتكلم اجانب بلا يعني السياسة. بلا قلب. عملا السياسة كلها. انا بتكلمك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ادي الموضع. ادي اللي انا هعمله. ولان احصر نفسي في فكرة داعش. واخش جواها حتى تستنزف خوايا خارج وبعيد جدا عن الحدود. وبدون اي مكاسب كمان. طب احنا بنقول انه احد الصحف الامريكية وصفت الرئيس السيسي بانه احد اهم القادة الجدد في منطقة الشرق الاوسط. وانه منذ توليه منصبه صار في خطة اقتصادية لتخفيض الدعم على الطاقة في محاولة الانعاش الاقتصاد المصري. تعليقك على يعني زي بحيك قلت كده هم بالزبط بي фنته الشخصية يعني هم مش ما بيخدوش الامور كدا. لا لا خالص. بيخدوش الامور دي و.وهو اقول لح دتك حاجة. الخبر موضوعي جدا ان هو مصر اهم دولة اهم خبر في العالم ماذا يحدث ماذا يحدث في مصر. يبقى اهم رئيس في العالم في الفترة دي مش مش مصر اهم دولة في العالم. هي الاهم في المعادلة. لان هي الدولة اللي خرجت وبتغير المعادلة وبتحاول طغير المعادلة الدولية كانت مفروضة علينا. مم. فسيد الرئيس هو ممثل لهذا الشعب. واللي اكد برضو في داخلته في الولايات المتحدة ان انا جيت ان انا ممثلا لشعب مصر. بالزبط كده انا احد ابناء هذا الشعب. بالزبط ان انا بنقلكوا رسالة شعب مصر احنا رايحين فيه. مم. فهذا هذا هذا الوضع اللي هو العمل سيد المشير عفتاح السيسي او الرئيس دلوقتي. ايه. هو كان يعني ادى للناس ان انا رايح في المكان ده ابتدوا هم يحللوه. ابتدوا له خطة اقتصادية. ايه? ابتدى حقيقة الاقتصادية وكلام اللي بيتكلموا فيه ده. ربما سيأتي بنا ان هم هيعملوا في ناقي اقتصادية. لان الحرب مش كلها داعش ودالم وكلام ده. فجرئته برضو دي اللي بيحللوها وليه اخدت قرارات الجريئة ولماذا صمت المصريون. مم. احنا يا جماعة خلاص. اه سيدة الرئيس عمل ايه? حطينا كلنا في قلب واحد. احنا كلنا مع بعض. مم. يا نعيش سوا. يلموت سوا. فكل الناس وفقت على المعركة بادواتها. اه حيقطع الكهرباء شوية. حندفع فلوش شوية. بس هزمعناش غير بعض. يعني يمكن زي ما حاك قلت القطع الكهرباء والحاجات دي كلها هو تخيل الغرب ان ان ما فيش موافقة من الشعب المصري وان الشعب المصري آآ ساير. اللي حصل حقيقة من قناة السويس ولما ان احنا اللي اه كان مليار في اسبوع واحد وواحد ستين مليار. وكهرباء بتقطع برضو. وكل الحاجة دي. فده زي استفتاء تاني غير غير تلاتين يونيو الحقيقة وغير حتى الانتخابات الرئاسية. لا هم هم مخدودين وبامانة يعني هم مخدودين بالاداء المصري. مم. والسبات المصري هو اللي خددهم هو كل مشكلة تعود يرجي. يرجي يعملك ازمة ثقة في اي حاجة بين اي حاجة وحاجة تانية. مش قادر يوصل ازمة الثقة دي. اللي بيحاول يستنعها بامور كسيرة برة وبتاع ومش عارف ايه وضغطه وحقوقيين ونشطاء وقصص دي كلها مش قادر يعمل ازمة الثقة. لان هم مش عارف ان الشاب المصري يوصل للحالة اللي هو احنا في معركة ومعركة ليها ادواتها وقالياتها وكلامها. فاشف معركة مسلا هيجي قولي ايه مش عاجبني الرئيس مش عارف ايه ما تعملش كزا. انا هعمل مظاهرة في الحتة الفلانية. فهو الغار بالاسف مصر ان هو هو المعادلة مش عاوز مصري تبقى دولة كبيرة اول. هو عاوز تبقى دولة معقولة اقصى حاجة يعني ترجاعي زي الاول واحسن سنة صغيرة. الحلم المصري اوسع من كده. فهي دي الخناء الرئيسي. انا عندي حلم ابقى دولة كبيرة. اه. مش ان انا عايش زي الاول واحسن سنة صغيرة. لا. احنا عاوزين ننطلق. بالزبط يمكن الكلام الحقيقي بتقوله ده اللي هو اكده سيد الرئيس قدرا ان مصر دولة محورية في المنطقة وتعدى عامل الاستقرار بيها ومرشحة للاعب بدور رئيسي. لا يمكن ان تلعبوا دولة اخرى. ده حجم من احنا. بالزبط كده. هو شايفك ان انت خلاص تملوك العزم والصبر للوصول للحلم وخلاص بنغامر بكل شيء احنا كشعب مصر خارنا المغامرة بكل شيء حتى نصل اللي احنا عاوزينه. اصرارنا ده. اه هو ده اللي خلى امريكا بتفكر بقى ده المرة مليون. هو اللي خلت كل المحللين السياسيين يقعدوا قبله سيادة الرئيس قبل ما قبله اوباما. واكيد معهم تاني محللين نفسيين ومحللين كل لان ما قلت بخاهلية. جاش كافت بكد جلول. اه لأ هتبقى. وهو بس انت بتعامل مع رابه كبير. يعني يعني انا كتبت مرة هو كان مشير ثم رئيس ثم زعيم دلوقتي على طرق ان هو عالطرين هو يبقى الزعيم. خدت بقى لحظتك. فلا الاداء المصري جيد جدا جدا. والعمل على الفوزوات الخارجية انا بشكرهم كمواطن مصري. اخيرا بقينا صراع في التصرف اقوية في الحركة اقوية حركة فعالة. طبعا اه رئيس زعيم للمنطقة جديدة. هنرجع برضو لموضوع داعش والاستراتيجية المصرية او يعني مشاركة مصر استراتيجية. انت تفتكر هيكون مشاركتها شكلها ايه? انا اعتقد ان احنا مشاركتنا في الحرب مع داعش. انت عاوز تاخد معلوماتها ديك معلومات الاستخبارات عندي. عاوز توجيه اه اقدر اواجه معاك. عاوز تاخد المطارات اهلا وسهلا. عاوز المجال الجوي تعدي فيه قاذفات بتاعتك اهلا المسلم فيش مشكلة. اه متضامن معاك فيما تخون به سياسيا. عاملة غطاء سياسي عالمي ان احنا معاك الكلام ده سياسيا. بس على اسس تانية بقى ان انا هذا ده كلام داعش. الكلام بقى التاني انا هحارب الارهاب انا متضامن تماما مع الارهاب في جميع الانحاء. وزكر حاجة مهمة جدا الموضوع اللي اتفاق مع الحكومة الليبية على استراتيجية جديدة لمواجهة الارهاب والحفوز الامن. بالضبط. بالضبط. ايه دي رسالة الاهم. انت هتلعب هناك او هتبدأ وتضربه هناك. انا معاك وقلبا وقلبا. ما لو انا هضحي. مع اسكري مصري هضحي عشان امن حدودي. بالضبط. مش هضحي عشان. عشان امنك انت في حرب تانية. انت اللي صنعت داعش وتركتم يستفحلو. لان داعش دي اللي هي الارهاب اللي اوباما يعني قطع البنى في تلفزيونات ان هم ارهابين من ثلاث سنين كنس وكان اوباما برضو بيقطع البنى. هم مقاتلين من اجل الحرية. اه. فانتم من صنعتم داعش. اه. وانتم صنعتوها للضغط على الخليج. وربنا اشتر مع الخليج عنده معركته. واينا عندنا معركتنا. انا اعتقد. انا احنا وهم سننتصر. يعني احنا دلوقتي عمليين بنحياة بن بن زي ما بنقول بنحلل كلمة السيد الرئيس. اه. يعني جزء جزء. اه. ايضا الرئيس السيسي حذر الادارة الامريكية من ان هي تنفو ديادها من الشرق الاوسط. ما هو الشرق الاوسط دي هي رسالة معناها ان انت من صنعت هذا الوضع. فانت اه. ولا بد تتحمل عواقبه. بالضبط. لن نتحملها وحدنا. تقول لي انتو يا عرب بقى عندكم الارهابين وهم عندك وانا سلحت لكم الارهابين. اه. اه. اتعاملوا. ما نسلح الارهاب وما نسلح داعش. عاوزين نشوف من اول الالي اللي في ايد الارهابي اللي هناك لغاية الاربي جي ولا المدافع بتاعه. هتلاقيها صنعها تركي وصنعها امريكي. من اينها جاء هزا السلاح. اه. من تركيا كل. وجئ امت? من عند سوريا من قامت ضرب في سوريا اما كانت تركيا بتضرب وتبعت والكلام زي كده. فلو انت عاوز تقدي على داعش انت اه امريكا تستطيع قضاء على داعش. انما ما تصنع عليش مشكلة. وتقول لي ده مشكلة شرخة اوسط. لا لا يعني العالم الجديد مفوز مشكلة شرخة اوسط وشرخة اه مش اوسط. لا الدنيا كلها منافدة على بعض. فوضة مصر وليبيا وصلت حدود جنوب المتوسط. فهو بيحط قدام مسؤولياته قدام ان انت اوباما بقى مش تعمل زحيم العالم. عندك مسؤولية. انت بقى تشترك معنا في هذا الامر. حتى لا يعتقد ان احنا حندير الحرب كامريكا ان احنا نجيب كاميرات نصور وانتو تحربوننا. بالزبط بالزبط. بالزبط هو الهدف القضاء على الجيش المصري بقى ما هو اخر جيش اساسا. اه واستنزاف القدرات المصرية جميع يعني. بالزبط. وكذلك ايضا العربية بمساعداتهم المالية. الله يكون فعون السعودية والله العظيم اللي ايام الجاية صعبة ولا يكون فعونها وان شاء الله متماسكة كسعودية ومنتصرة بازن الله. يا رب ان شاء الله. اه ايضا من من جهود السيد الرئيس سواء في الكلمة او سواء حتى على مدار الايام السابقة في الدورة التسعة وتستين. اه الاستمارات او جذب الاستثمارات. هذه رسالة. دي كانت رسالة هامة جدا وفي مشاريع محدد يعني حد داخل عارف وبيعمليه مش مشكلة. لا هو بيحط كل واحد قدام مسئوليته. انتو بتدعو ان انتو ستستطيعوا مشاعدة مصر. وان انتو بتدعو ان 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 انتو يعني مشكلتكم ان مصر كانت ثورة والمؤسسات لم تكتمل الى الان. اكد بقى ده المرة مليون ستكون المؤسسات مكتملة على اخر العام. طب تعالوا لي في فبراير بقى دينا منتخبات حصلت دستورة عمل ومجلس الشعب عندنا. وانتو بتقولوا عاوزين تساعدوا مصر تساعدوا الحرية وضد الارهاب. وقديني بحارب لك الارهاب معاك وفتح لك مطراتي. اتفاضل. عاوز تبقى شريك بقى في مصر المستخبل. مصر الجديدة اللي تكلم عليها. اولا انت مش شريك معا في مصر الجديدة. تبدت بقى تعرقل من برة. تقول لناس ما حدش روح المؤتمر. ده في ضرب كزا. تروح مولع لي سينة بعيتلي شوية اه عيال من دول يروحوا ضربين لهم ضربة في سينة. الاستثمار مش صعب في مصر. ان قناة السويس هو هدية للعالم حفر القناة. انما مصر كل استفاديتها من المنطقة الصناعية. بالزبط كده. فانت غرب بقى وريني مسئوليتك انا اديتك هدية للعالم. قناة جديدة. حتسهل عملية النقل في جميع نهاية العالم. والعالم لابد ان يعلم ان انت شريك معايا في ازي قناة. ان انت حتبوز للمكان قناة سويس هتقفل معايا وعليك. مم. فلابد ان مصر تستفيد الاستفادة الاكبر من هذا المشروع. ويلا جماعة استفيدون معايا. مؤتمر اقتصادي العالمي اللي عاوز يجي ساهم في مصر. اهلا وسهلا. هيا بعدنا بدل القناة سويس. هيا بعدناها تلات اربع مشاريع تانية. اللي عاوز اشترك فيهم اتفضل. طيب انا عايز اعرف فدعوة السيد الرئيس لان تكون مصر عضو غير دائم في الامم. ايه ايه معنى يعني او ايه المطلوب ده ام ممكن يفيد مصر في ايه? اهو ما تكون عضو في اه في اه اسمه ايه الامم المتحدة اللي هو المجلس الامن. اه اه. ان انت بيقاليك بتقدري بعض القرارات ان انت بتصوتي عليها بتقدري تشترك في المعلومات بتقدري تشترك معهم في عملات عسكرية بتبقي انت بصاحبة الطرح فيها. انا افرض في حاجة تتعمل بشكل اممي. انت قاعدة على الترابيزة مش منتظرة النتائج. ام. ووجود مصر على الترابيزة. سواء سيب يجمع التفويل الفيتو. ام. التفويل الفيتو ده. وانت قاعدة بتصنع القرار. اثناء اثناء حتى صنع القرار. ده امر وجوبي حاليا. انت فيه عندك من اول مغرب لغاية السعودية. الجيش المصري قد كل الجيوش دي يعني مع احترامي لحجم الدول كلها عشر خمساشر مرة. امم. بتكلم حرب ارهاب احنا عنشيل معك الحرب اللي اهرب في افريقيا. امم. بتتكلم على قناة السويس احنا شايلين. بتتكلم على دولة مستقرة الوحيدة. امم. فانت دي يجي تقول لي انا حرب عندك في المنطقة. وعاوز افرد كل الادوات بتاعتي الحرب. وهيعمل عملية استبزاز للسعودية مالية. وهتعمل كل الاجراءات التي هتعملها. وكمان مش عاوز مصر. الدولة المحورية فيما هو قادم. يعني مصر هتفضل دولة محورية في جميع الاحداث. ويمكن العالمية لمدة عشرين سنة. تقول لي برا مجلس الامن. لا انا هضغط عليك بكارت ان انا اقول لك بقى مش احنا من حرب الجرهاب سوا. انت زعلان مني لي دخلني في مجلس الامن. انت انا مش عاوز مؤسسات منتخبة ادي فيه رئيس ودستور وادي فيه مجلس شعب. انت ايه اللي معترض. يجي معاك كل الدول العربية وكدول كثيرة جدا هتبدأ انضم ليك في هذا التحالف. وهفكرك ان شاء الله يبقى لنا اللقاء اه هقولك افريقيا هيبقى لها موقف جاد اعتقد في الايام القادمة بس لسه. يعني في النص التاني من السنة الجاي. اه في النهاية الودود الافعال العالمية عن زيارة السيد الرئيس. اه وكمان استقباله زي ما بنقول ايه يعني هو يعتبر ضيف شرف الامم المتحدة. يعني احنا كلنا حسينا بدأ ان مصر طبعا يعني ممثلة في السيد الرئيس. فشايف ان ده ممكن كنوع من مش بس الشرعية على 30 يونيا. لأ ان مصر ايمان بمصر الجديدة بالخطة الجديدة اللي موجودة فيها. هو اول حاجة رئيس المصر رئيس عبدالفتاح السيسي عنده الكل الناس عاوزة تشوفه. ليه? لان الوحيد اللي ما سمعش الكلام. ماخد بالحديد اللي هو قالوله يعمل كزا وبعدني قرر مش هعمل كزا. ايه. وبعد كده نجح في الخطوات اللي هم قالوله ستفشل فيها بالورقة او القلب عندهم. ام. فالراجل ده بالنسبة لهم انت ازاي ماشي برا السيناريو بهذا الشكل والدنيا ماشي معاك كويسة فعاوز اشوف الشخص. ام. فعملية مهمة جدا لكتير من الناس. انت مهما قرين عن حد. مهما اتكلمني عن فلان. اما اشوف وان تو وان واتكلم معاه. في بقى بقدر اصنفه بقى بجد في عقلي. هلت زي ما انا متوقع اكتر قال. فلابد يبقى ليه هذا الاهتمام بسبب ما فعله. مش عشان انا رئيس مصر فقط لغير. لا. كمية الاحداث اللي حصلت بالنسبة لهم غير عادي. انت اقول لك ايه ايه. اقول لك سيب مرسي ما تسيبوش. تعمل لي دستور تروح منازل مش عارف ايه. شعب جتادة وتسعين في المائة مش شعب انتخبك. اه. مش عارفين قول انتخبات مزورة. الناس نزلت انتخب برلمان حيتعمل. كل قصة. يا ظاهر راح مسكن لك في ايه في احمد ماهر. ده في واحدة عربية خبطتها فيه. اي كلام. بشكر دكتور ماروان يونس مستشار التخطيط السياسي. بشكرك. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا وان شاء الله انتظرونا يوم الخميس القادم وحلقة جديدة واخر الاسبوع.